حراك محموم تشهده إيران منذ أسابيع في مسعى الاستغلال وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض بعد أن أرهقتها سنوات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد ثلاث سنوات من توقيعه وأعاد تشديد العقوبات على طهران وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي إلى إيران عشية انتهاء مهلة حددتها لتقليص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأمريكية سبقه إشارات إيرانية إلى أن الخطوة المقبلة ستكون زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خرق جديد للاتفاق ويرى مراقبون أن طهران بدأت تغرق في المزايدات والتعنت بعد أن أبلغت الوكالة الدولية أنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي للوكالة والذي يتيح للمفتشين القيام بزيارات إلى مواقع إيرانية بدون إختار مسبق بفترة طويلة وهو جزء من الاتفاق الذي يهدف بالأساس إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي وبينما تحذر الدول الأوروبية المنظوية في الاتفاق إيران من تبعات خطواتها المقبلة تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك وسبق للإدارة الأمريكية الجديدة أن أبدت رغبة في توسيع الاتفاق ليشمل ملفات أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران إلا أن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني أعلنوا رفضهم أي تعديل في بنوده وعلى الرغم من الخطوات والإشارات الإيجابية التي أطلقتها الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية وموافقة بايدن على دعوة أوروبية للانضمام إلى مباحثات خمسة زائد واحد حول الملف الإيراني إلا أن واشنطن لا تزال تؤكد على عدم وجود تنازلات لطهران حول الاتفاق النووي بما يشي أن الطريق لا يزال طويلا بين الطرفين مع وجود ملفات إلى جانب نووي تأخذها الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار